بسم الله اليوم راح اشرح طب المجتمع المنزمة الثالثة للمرحلة الرابعة طب المستنصرية اول شي انه اقهضنا بالمحاضرات السابقة الابيديميولوجي اعرفت انه هذا الابيديميولوجي هو الم يهتم لي ليش داي يزداد او داي ينتشر حدث معين سواء كان ديزيز او اي حدث ثاني بين فئة معينة من الناس مجموعة من الناس اوكي فالابيديميولوجي من احنا اخذنا ودرسنا انه هو ما يهتص فقط الدزيز يعني ايش معنى هذا الدزيز داي يشتشر بين مجموعة من الناس اكيد انه هذول الناس مشتركين باشياء معينة مثل البيئة الموجودين بيها او خصائص تخص الايج او الوراثة ولا اخرى من تفاصيل ثانية الابيديميولوجي راح يترسلي انه ليش داي ينتشر كيف ولماذا داي ينتشر الامراض بمجموعة سكانية معينة اكيد هاي المجموعة السكانية المعينة بيناتهم مشتركين بخصائص هاي الخصائص خلت الدزيز ينتشر بيناتهم وسبق انه قلنا انه الابيديميولوجي فهمه فقط يدرسلي فقط الدزيز قد يدرسلي ايضا الحوادث مثلا اكو شارع او منطقة صر بها واي حوادث سيار صر بها واي حوادث مع السيارات اش معنى بهاي المنطقة صر حوادث يمكن انه بها شنو انه الطريق ما لتيكون منحني انه احنا زايد ولا اخرى من هاي التفاصيل المان ندخل بها المهم اول شي شي يقولي انا عناصر اساسية استخدموها علماء الابيديميولوجيست هذول على العنماء الابيديميولوجيست لما يردوني درسون يجده تنتشر هاي الامراض في فئة معينة من الناس او شي على شنو اعتمدو اعتمدو على اليمن هذي اعتمدو على العناصر اساسية اللي هي الثلاثة اللي هي البيارسون يعني صفات او خصائص تخص الشخص نفسه من العمر والايج والمناعة مالتا والحالة الاقتصادية والاجتماعية مع الشخص الصفات تخص الشخص نفسه او البليس او المكان اللي عايش بهذا الشخص قد تكون بعض الامراض محصورة في منطقة معينة تمام منطقة معينة محصورة بها هاي الامراض او التاني الفترة الزمنية اللي داي يزداد بها الكيسات او الحالات المراضية نعرف انه بعض الامراض انه اكو بعض الامراض تنتشر يعني تنتشر في فصول معينة من السنة مثل الفلاوزة تنتشر في الشتاء من خلال الابيديميولوجي قدروا انه العلماء او المجال الصحيص صنعون لقاح للفلاوزة قبل ما تنتشر تفشي الوباء لحد الان اوش يريد اعرفه انه العناصر الاساسية استخدمها الابيديميولوجيست حتى يدرسون انتشار الامراض قبل شوية انا اجلت قلت الابيديميولوجي هو العلم يدرس كيف ولماذا تنتشر هاي الامراض بين فئة سكانية معينة الشون رح يدرس شون رح تنتشر الامراض على شنو اعتمد اعتمد على البيرسون على صفات تخصي الشخص نفسه على البلايس المكان اللي اتشرت به الامراض او الحوادث بالاضافة التان الوقت اللي ازدادت به الكيسات والامراض اوكي هذا كل ما في الامر نيجي على اليمن رح نتكلم على وحدة وحدة بالتفصيل البيرسون والتايم والبلايس نيجي على اول وحدة اللي هي البيرسون من اسمها بيرسون اتخصي الشخص نفسه صفات اتخصي الشخص نفسه اوكي انو هنانا عندي انو يقولي انو انو هذا الابيديميولوجي ش رح يسوي لي organize رح ينظم لي ورح يحلل لي الداتة مالتي اللي تخصي البيرسون اللي تخصي الشخص نفسه تمام رح يحلل ليها ويسوي ينظم الداتة الصفات اللي تخصي البيرسون نفسه يقولي اني لما رح ادرس مثلا ادرس بيانات اخلي بالداتة مالتي بيانات هاي البيانات متعلقة بالشخص نفسه تمام هاي البنانات انا رح اصنفها الى فئات على اي اساس انا صنفتها الى فئات البيانات مالتي على اي اساس على اساس اشوائي على اساس رندم لا انا صنفت البيانات مالتي بناء على خصائص معينة هاي الخصائص اش رح تساعدني اتعرف اكثر من الاشخاص اكثر خطورة ان يصاب بها فلان ديزيز لحد الان انا لما ادرس البيانات مالتي ادرس بيانات عندي معلومات متعلقة بالبيرسون نفسه هاي البيانات مالتي راح أصنفها إلى فئات على أي أساس صنفت البيانات مالتي إلى فئات على أساس عشوائي لا مو على أساس عشوائي على أساس خصائص معينة هاي الخصائص المعينة راح نتكلم بيها اللي هي مثل شنو الخصائص المعينة خصائص فطرية يعني شنو خصائص فطرية اللي أنا ما قدر أغيرها اللي هي ما راح تتغير مثل عمري شخص أقدر إنه شخص بعمري أربعين أخليه بعمري ثلاثين لا إنه هو العمر ما نقدر نغيرها العمر العرق مالته عند السكس انه رجل او انثى لحد الان هاي خلصنا منها اول شي قلت لكم انا اريد ادرس البيانات المالتي اللي تخص البيارسون شو راح ادرس البيانات المالتي وارتبها ارتبها بفئات على اي اساس يعني رتبتها بفئات على اساس خصائص معينة مثل شنو هاي الخصائص المعينة اللي خلت بياناتي تترتب بفئات خصائص معينة مثل خصائص الفطرية اللي ما قدر اغيرها الثانية خصيصة الخصائص اللي رح يكتسبها الشخص المناعة مالته الحالة الزوجية مالته مو ما يقدر يغيرها انه هو تزوج تطلق او شي هاي الخصائص الثانية لضافة الى اكتيفيتي مع الشخص النشاط مال هذا الشخص العمل مالته الاشياء اللي يسويها الانشطة الترفيهية الانشطة الترفيهية الادوية اللي ياخذها التوباكو والآخرة هاي الخصيصة هي رقم 3 بالاضافة شنو الظروف المعيشية اللي يعيش بها الشخص الظروف المعيشية اللي يعيش بها الشخص مثل شنو الحالة الاجتماعية والاقتصادية لده الشخص تمام يعني هذا الشخص اذا كان مستوى الاجتماعي الاجتماعي والاقتصادي زيان يقدر لما رح يتمرض او يصر عند عرض معين قبل يروح الى مركز صحي رح ياخذ العناية الصحية الرعاية الصحية والآخرة بالاضافة أما إذا كان هذا الشخص المستوى المعاشي مالتا سيئ هذا ما رح يقدر يروح مركز صحي عيادات خاصة ولا آخرة فهاي الأشياء كل هاي البيانات هاي البيانات الخصائص هاي تخصى البيارسون تمام تخصى البيارسون لذلك قبل شوية اشقلت على شنو يعتمد آني لما يجى الابيديميولوجيست أوكي ليدرس علم الابيديميولوجي أوكي وريد يعرف تنتشر هاي الأمراض الفئة معينة من الناس وريد يسوي البيانات مالتا وبياناتا اعتمد على ثلاث شغلات اعتمد على بيارسون اعتمد على البليس واعتمد على التان البيارسون تمام انه هاي البيارسون هسا داني تتكلم عليها أوكي قلت لكم أنا لما أخلي البيانات مالتا المتعلقة بالأشخاص رح أصنفه شنو يا قلبي أصنفه على حسب الخصائص أربع خصائص عندي اللي هي خصائص الفطرية الأيج والعراق والهذي والخصائص المكتسبة اللي هي المناعة والحالة الزوجية مالتا والأنشطة اللي يقوم بها الشخص العمل مالتا أو مثلا عنده هوايات ثانية يسوي بها يسويها بالظروف اللي يعيش بها الشخص من خلال كل هاي الخصائص أقدر أعرف الأشخاص أكثر عرضة أنه يصير بهم فلان ديزيز أو خطورة مثلا شنو أنا لما عرفت الشغل ما لهذا الشخص مهنة الشخص مثلا يشتغل بالمناجم أعرف أنه قد يصاب بأمراض تنفسية أو أمراض سرطانية من خلال هاي المعلومات أقدر أعرف منه هاي أكثر الأشخاص عروضة أكثر خطورة لإصابة بفلان ديزيز الأوباء أنه هاي علم الأواء عفوا الإبيديميولوجي رح يصنف للأشخاص إلى مجموعات على أي أساس صنفهم عشوائي مو عشوائي لما إجا عندي مجموعة من الناس صنفتهم تروحوا بفلان فئة تروحوا بفلان فئة هذا الإبيديميولوجي لما صنف الأشخاص إلى مجموعة اعتمد على شغلات أساسية اللي هي شنو ما أقسمهم عشوائي يدير بالكم اعتمد على أشياء أساسية أشياء تخص البيرسون نفسه مثل شنو العمر مالته السيكس مالته العمر أنا راح يفيدني أعرف أنك أمراض مرتبطة بالعمر أنه كل ما كبار الأشخاص كبرى والأشخاص يكونون عرضة لأمراض القلب أمراض الضغط تظهر السرطانات أغلب السرطانات من أخذناها العام بالباثة تظهر فوق الأربعين وفوق خمسة وخمسين فوق تمام اوكي الجنس الذكار والأنثة بعض الأمراض الصيب الرجال بعض الأمراض الصيب النساء العرق مالته الأثنية مالته اوكي وهي راح نتعرف عليها وروح واحدة وحدة راح ندرسها بالتفصيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية ما لهذا الشخص قلت لكم إذا الشخص حالة الدخل مالته سيء المستوى الاقتصادي سيء ما راح يقدر يروح إلى مركز الصحي ورح ينالي العلاج اللازم تمام أما إذا واحد جيد راح يقدر يروح متوفرة المراكز الصحية يما العمل مالتل إكيوبيشن مالتل فالعمل كل شموع يعني راح يأثر عليما على الديزيز بعض الأشخاص يكتسبون الديزيز بالبيئة العمل مالتهم عند الهبيات هذه العادات مثل عادات هذا الشخص اللي هي أنه يدخن كحول يمس داك داكو تاتو تمام عند وذر حالة الزوجية أوكي أو بتعرض إلى مواد قد يكوني أنه هذا الشخص متعرض إلى أماد مصرطنة ولا آخر من هذه الأشياء أول شي راح نتكلم عليما على الأيج ليش مهتم بالأيج؟ يعني ليش هسأني قلت أنه راح أصنف الأشخاص إلى مجموعات بناء على خصائص معينة ليش اعتمدت على الأيج وصنفت الأشخاص؟ الأيج هل قد مهم؟ أي هل قد مهم؟ نيجي عليما على الأيج يقول لي أنه هذا العمر أهم خاصية عند دراسة الأشخاص لما أنا أريد أدرس أسوي بياناتي تعتمد على البيارسون بحد ذاته أبيديميولوجيست يريد يدرس البيارسون ويقول أنه شمعنى هذا الناس يصابون بفلان ديزيز وشمعنى هذول الأشخاص ما يصابون بفلان ديزيز أكثر شي يعتمد أليه على العمر ليش مست أمبورتت أوف ذا بيرسون؟ أنه أهم شي أهم لما أدرس بياناتي لتخصي الشخص أهم شي إنه هو العمر بالته ليش؟ أنا أعرف معظم الحالات الصحية المشاكل الصحية ترتبط لي بالعمر أنه نلاحظ أنه أكوأ أمراض مثلا من واحد يجي نادرا من إنك إن واحد عمره 20 جاي بجلطة قلبية أو ذبحة صدرية وعنده ضغط مزمن ولا آخرة غالبا منصر هاي الأمراض وياما ويتقدم العمر فمعناته بعض الحالات الصحية رح تصير ويالعمر أوكي أدت عوامل رح تتغير مع العمر يقول لي هنا أنا أكو أدت عوامل رح تتغير مع العمر شو هاي العوامل رح تتغير مع العمر يعني أنا كلما تتغيرت رح تتغير هاي العوامل المهم القابلية للإصابة إنه القابلية للإصابة يش يقصد بيها إنه القابلية للإصابة باعوا الأطفال أكثر أرضى أنه يصابون بأمراض معدية نعرف إنه الأطفال هذول بدوا يستكشفون الحياة مالتهم يجون يرحون يميلي تراب كل شي قدر يرحوله فبالتالي إنه بهاي الأماكن بالأسطح المتلوثة فالأطفال أكثر قابلية للإصابة بالأمراض المعدية أما الأكبار بالعمر أكثر إصابة شنو أكثر قابلية أصابتهم بأمراض مزمنة لاحظوا الأكبار مصابين بضغط مصابين بديابيتك ولا آخرة لحد الآن أنا شكت لكم أكو عوامل رح تتغير مع العمر لذلك أنا مهم أدرس العمر وكذلك إنه الإبيديبيولوجي علم الأوهذا الإبيديبيولوجي أهم خاصية عنده إنه دراسة عمر الشخص لما صنف البيانات على أشياء تخص البيارسون ليش هاي كلش مهم قلت لكم إنه معظم المشاكل الصحية تكون مرتبطة بعمر الشخص أكو مشاكل مرتبطة بالطفولة أكو مشاكل صحية مرتبطة بكبار السن أول شي قلنا عدة عوامل رح تتغير مع العمر شنو هاي العوامل رح تتغير مع العمر أول وحدة هي القابلية للإصابة الطفل إلى القابلية يصاب بأمراض معدية إنفكشن لأن هذا الطفل يروح بأسطح ملوثة ويصاب بها أما لكبار العمر بكبار العمر أكثر عرضة إصابة بأمراض مزمنة رح يكون الكارديو تعبان مالتهم جهازهم المناعي تعبان في صبو بأمراض مزمنة ثاني نقطة شنو هاي العوامل اللي رح تتغير مع العمر اللي هي طريقة التعرض يعني شنو طريقة فرصة التعرض مثلا إنه فرصة إنه يتعرضون لفلان شغلة لهم فرصة مثلا هسه عندنا الشباب حاليا شي سوون إنه سباق مع السيارات عندهم فرصة يتعرضون لحوادث السيارات أكثر من كبار بالسن أما لكبار السن لهم فرصة إنه يتعرضون لمن تنكسر رجلهم يزحلك لن يكون بطيء الحركة بس يعني يوقع رح تنكسر رجلة مو نفس مثلا الشاب إذا وقع ممكن ما رح تنكسر رجلة أما هذا الكبار بالعمر تكون عظامة بها هشاشة وتكون ضعيفة ولا آخرة فالنقطة الثانية هي شنو هي فرصة التعرض يكون مثلا إنه هذا الشاب عنده فرصة يتعرض فلان شي ليش لندي صادفه بحياته مثلا يروح للجم للتمارين يلعب حديث قد يتعرض تمزق الأوتار مالتا تمزق العظلة مالتا أما الكبار بالعمر إنه الفرصة التعرضهم هم ما ما يرحوا للجم كبار نادرا من القواحد شفير بالعمر يروح للجم قد يكون هو دا يمشي دا وقع وقع الزاحلة كتكسر رجلة النقطة الثارثة اللي هي انكويشن بيروت أوكي إنه هنا عندي إنه فترة الحضانة أنا يعرف إنه مو كل الأمراض أول ما يجي عندي الفيروس دخل بجسمي رح يتظهر الأعراض والديزيز صح لو لا أكو فترة حضانة لبعض الفيروسات يقولي هنا عندي فترة الحضانة تختلف بين شخص صغير بالعمر وشخص شفير بالعمر الشخص الصغير بالعمر بسرعة رح تطلع للأعراض ليش؟ لين جهاز المناعي بعدها استوى جديد أوكي تمام؟ أما الشخص اللي شفير قد يتأخر ولا آخر وتكون استجابته ماتين تختلف النقطة الرابعة Physiological Response الاستجابة الفيسيولوجية بعو قلبي يعني شنو الاستجابة الفيسيولوجية شن رح يتفاعل جسم الشخص مع المرض مثلا واحد أصاب بالفلاونزة واثنين مصابين بالفلاونزة واحد ظهر جسمه تفاعل ويا هاي الفلاونزة إنه ظهرت جسمه حرارة وحما وصداع وقحة ورشح ولا آخر الثاني مجرد العرض اللي ظهر عليه ممكن رشح أو صداع فهاي فيسيولوجية الاستجابة الفيسيولوجية آني جسمي شو رح يستجيب لما رح يجيني المرض أوكي هاي الاستجابة الفيسيولوجية رح تختلف من شخص صغير ومن شخص جفير هذول الأطفال مثلا شخص صغير أصاب بمرض رح يتعافون بسرعة لنجازهم بناعي بعد جديد بعد ممدشة نهاية بسرعة يعني يتعافون ما رح يطول عندهم أما الأشخاص الأكبار إنه لما أصابهم مثلا فلاوونزي هذول الأكبار معظم الأكبار عندهم أمراض ثانوية ثانية مثل الضغط أوكي دايابيتك السكري فإنه جهاز المناعي مالتهم يكون كل ضعيف لما يصير عندهم مرض استجابتهم الفيسيولوجية رح تكون أقوى من شخص أصغير هذا كل ما في الأمر لحد الآن يعني إجيه تشكلت أشياء خاص أبيديميولوجي رح يصنف الأشخاص إلى مجموعات اعتمت على الأيج أو شي تكلمت على الأيج قلت الأيج كلش مهم ليش الأيج كلش مهم لأن بعض الأمراض إلها علاقة بالعمر تمام أكو عوامل تتغير مع مرور العمر قلت لكم عندي أربعة أشخاص رح تتغير عفوا أربعة أشياء رح تتغير مع العمر مثل شن هي القابلية للإصابة قلت لكم أن الطفل يصاب بأمراض معدية الكبير قد يكون إلى قابلية إصاب بأمراض مزمنة طريقة التعرض قد يكون هذا الشاب يعني إلى فرصة أنه يتعرض لفلان شي والكبير إلى فرصة أن يتعرض لفلان شي ثاني أوكي زائدا أنه النقطة الثالثة اللي هي إنكبيشن بيروت والرابعة فيزيولوجي رسبونس هذول الأربع فكتر هذول رح يتغيرون مع تغير العمر تمام تمام نيجي عليما على النقطة الثانية أنا قلت لكم الإبيديميولوجي يهتم بدراسة البيارسون عرفنا قلنا ثلاثة عناصر أساسية حتى يدرس الإبيديميولوجي انتشار الأمراض يعتمد على البيارسون والبلايس والتايم البيارسون بيعدة أشياء بي العمر وقلت ليش يهتم بالأمر نيجي عليما على الجنس ليش داي يهتم إنه هذا كان مرأة وذكر شنو الفائدة داي يهتم شنو أحي يفيدك الرجال شي يقول لي إنه الرجال عدهم معدلات أعلى من الأمراض والوفيات يعني شنو الرجال عدهم معدلات أعلى من الأمراض والوفيات يعني أفهمها إيش معنى الرجال عنده معدل أعلى إنه يصاب بأمراض معدل أعلى إنه يتوفى أكثر من المرأة بسبب شنو بسبب عوامل جينية أوكي بسبب عوامل جينية بسبب عوامل هرمونية بسبب عوامل تشريحية قصبونية الرجل وانت بسبب وذر انهردت تفرينت بتوين ذا سيكس لحد الآن ش داي يقول لي هنا السيكس ليش يهتم بدراسة السيكس إنه هذا الإبيديميولوجي بشنو راح يساعده إنه استنتج إنه هذول الرجال يصابون بأمراض معينة أكثر من النساء وعدد وفيات الرجال أكثر من النساء ليش بالله ليش داي يصير هيجي بسبب عدة فاكتر بسبب عوامل جينية مثلا عندنا نسف الدم الوراثي راح يصيب الرجال أكثر من النساء أسباب هرمونية مثلا عندنا التستيرون والإستروجين هذول التستيرون إنه هذي والإستروجين على كيفية استجابة الجسم للمراض راح يأثر على كيفية هذول الهرمونات اللي يفرزها الذكر والهرمونات اللي تفرزها الأنثى إيش راح تسوي راح تأثر على الشوم داي يستجاب الإنسان للديزيز معين أوكي عند أنتوميكال تشريحية بنية الرجال وبنية النساء مثلا شنو بنية الرجال بالبنية الرجال إنه بتجهاز التناسل يمالتا بنيتها التشريحية عند هالبريست يكون تصاب هماتين بالبريست بريست كانثر أوكي عند وذر انهرتت كيفية الاستجابة وذر انهرتت باقية شن داي استجابة الجهاز المناعي لحد الآن أنا عرفت إنه هنا الإبيديميولوجي توصل عدد الوفيات للرجال والأمراض اللي يصيب الرجال أكثر من النساء ليش بسبب عوامل جينية بسبب عوامل هرمونية بسبب عوامل تشريحية يعني تشريح بقية الرجال شنو بدل تكون عند وذر عوامل أخرى مثل شنو عوامل أخرى مثل الجهاز المناعي مع الرجل الجهاز المناعي مع المرأة أوكي هاي فا ايش داي قولي هنا يقولي for example إنه قبل انقطاع الدورة الشهرية للأنثة أوكي قبل انقطاع الدورة الشهرية للأنثة ايش داي يصير هنا عندي قبل انقطاع الأنثة إنه هي المرأة lower risk إنه تصاب بالهارد ديزيز انه هذا المرأة قبل انقطاع الدورة لدى المرأة انه ما رح تصاب بالأمراض ما رح تصاب بأمراض الهارد ديزيز ليش نعدها هرمون الهارد ديزيز رح يحمي المرأة من اصابة امراض الهارد لشخص نفس عمرها لاحظ مثلا انه مرأة عمرها 30 سنة ورجال عمرها 30 سنة ان هاي المرأة لو رزق مخاطر قليلة انه تصابب امراض القلب لان عدها هرمون الاستروجي راح يحميها عدها هرموناتها تحميها لكن بعد انقطاع الدورة راح تكون متساوى تأثيره انه متساوى انه يحصلها يعني شون اقولكم مشاكل بالهارد نفس الرجل اوكي فانش قلت لكم امرها امرها 30 رجال امرها 30 تمام اثنيناتهم منه اكثر رزق انه يصابب امراض القلب هو الرجال تمام هو الرجال نفس العمر يعني اثنيناتهم انه سيم ايج نفس العمر لكن الرجال اكثر انه قابلية انه يصابب امراض اكثر من المرأة ليش لان المرأة عدها هاي من الاستروجين هاذا الاستروجين راح يحمي المرأة انه اصاببت بامراض الهارد ديزيز هاي ها واحدة يقولي هنا عندي opportunity for level exposure الفرصة في التعرض شنو opportunity فرصة انه التعرض للتعرض بفلاشي بعو قلبي قبل شوية قاني جكلت قلت انه الهرمون حمل مرأة هرمون الاستروجين حمل المرأة انه تصاب بالهارد ديزيز تمام اكو هناك اكو اشياء راح يصاب بها الشخص مو بسبب جيني او سبب انه هاي المرأة عدها فرصة انه تتعرض لفلان شي اكثر من الرجل مثلا انه هاي المرأة انه هي تطبخ تسوي حياكة تغسل الملابس كلها تستخدم اليد مالتها فالمرأة هناك شنو راح يصاب الرسخ مالته ضعف انه اصابة الرجل فالحالات اللي سجلت انه المرأة تكون مصابة بالرسخ مالته تكون ضعف الحالات اللي سجلت اصابة رسخ الرجل اوكي لحد الان قبل شوي انا شنو شكتلكم انه هاي المرأة تحتوي على هرمون الاستروجين حماها من امراض الديزيز هارد ديزيز الرجال ما عنده هرمون الاستروجين عنده تستستيرون ولا اخرا اوكي هاي واحدة يقول اهنان عندي او دا ليبل او دا اكسبوجر يعني فرصة الشخص لتعرض لأمر معين يعني انه هاي المرأة مثلا تتعرض لفلان شاء الله انه تيجي تخسل يعني تخسل المعيم تخسل الملابس تطبخ تستخدم الرسخ مالته قبل ما تستخدم الرسخ مالته فاش صار تسجلت الحالات اصابة الرسخ مالته الحالات المسجلة الكيسات المسجلة اصابة الرسخ بالمرأة تكون ضعف في الحالات اللي سجلت اصابة رسخ الرجل اوكي اهنان اعتمد على شنو من صنفة ايبيديميولوجي اعتمد على opportunity of the level of the exposure انه فرصة الشخص للتعرض على امر معين اوكي نجي على اليمن على الثارثة اللي هي الاثنيك المجموعات العرقية والاثنية بعو الاثنية انا لما اجيت بحثت عنها هي مجوعة من الاشخاص رح يشتركونوا بخصائص معينة وبخصائص معينة ثقافية لغاوية اجتماعية هاي مجموعة الاشخاص اللي يشتركونوا بهاي الخصائص رح يتميزوا مع الباقي الناس اوكي اوكي وراء شي يقول لي انه مجوعة من الاشخاص اللي عاشوا وانه هنا عندي شي يقول لي انه الابديميولوجي انه هذا العلم data المعلومات المعتهاية رح يدرسلي مجموعة من الاشخاص هذول المجموعة من الاشخاص عاشوا معا لفترة طويلة اكتسبوا خصائص مشتركة فترة طويلة عاشوا بالسنوات صارت بناتهم خصائص مشتركة هاي الخصائص المشتركة اللي صارت بين هاي المجموعة من الاشخاص اللي عاشوا الفترة طويلة قد تكون هاي الخصائص تكون قد تكون بايولوجية الى علاقة بالجينات او تكون اجتماعية مثل العادات والتقاليد اوكي لحد الآن شي يقول لي عند دراسة الابديوميولوجيك داتا وأنه نهتم بشنو مجموعة من الناس هذول مجموعة من الناس عاشوا سوية الفترة طويلة قد ما عاشوا سوية الفترة طويلة اكتسبوا شنو خصائص هاي الخصائص قد تكون شنو قد تكون بايولوجية أو شو تكون أو تكون اجتماعية بايولوجية خصائص تخص الجينات تمام اجتماعية تخص العادات والتقاليد اوكي يقولي احنا عندي مصطلحات انه يعني بالله هاي الاثنيك اندريكا العراقية اللي احنا رح نستخدمها هنا اللي هي الرئيس العرق معناته شنو هذا الرئيس العرق معناته مجوعة من الاشخاص يشتركون بخصائص جسدية يعني نفس الشكل نفس لون البشرة هاي الكلمة معناتها الجنسية يعني الاشخاص اللي ينتمون البلد معين الى نفس البلد اوكي اهنان الديانة اوكي اهنان الوكال معناته شنو المجموعات الاجتماعية المحلية مثل شنو يقصد بيها مثل القبائل اوكي او مجموعة من الناس معتزلة مكان معين الها عاداتها وتقاليتها هاي المجموعات المحلية يقصد بيها شنو يا قلبي المجموعات المحلية يقصد بيها القبائل او مجموعات تعيش في مناطق معينة وعليها عاداتها وتقاليتها مناطق معينة تكون معزولة عن العالم مثل هاي القبائل كل واحد عندها قبيلة وعندها عاداتها وتقاليتها لحد الان الاثنك عند الريكالي جروب اوكي لحد الان اني عرفت قلت الأبيديميولوجيا يهتم بدراسة يهتم بدراسة مجموعة من الناس عاشوا معا لفترة طويلة دي قد ما عاشوا معا اكتسبوا صفات بيولوجية جينية عن صفات اجتماعية رأيكم مصطلحات عرفناها يقولي بشن راح تساعدني أنا لما أعرف العرق مع الشخص أعرف المكان اللي عايش بي أعرف إذا عايش بقبيلة معزولة وشي بشن راح أستفاد بيها إنه راح أعرف إنه هاي التصنيفات راح تساعد الأبيديميولوجس على كيفية تأثير هاي العوامل البيولوجية والاجتماعية لأن هذول الأفراد عاشوا معا لفترة طويلة فكتسبوا خصائص بيولوجية واجتماعية الشو راح هاي تأثر الخصائص البيولوجية والاجتماعية على ظهور الأمراض الفئة معينة من الناس اوكي بعش داي يقولي هنا يقولي هنا عندي انه هنا عندي مثلا انه قابلية الشخص مثلا الأشخاص من أصول أفريقية أكثر أرضا لأصابت بارتفاع ضغط الدم أكثر من غيرهم فالستسبكتبوليتي انه هو قابلية إصابة الشخص معين أكثر من غيره لديزيز معين فإذا في ذكن هذا الشخص ليش إلا قابلية يصاب نرجع على العرق مالته على الأصل مالته ولآخر مثلا عندي مثال انه هذول الأفريقيين أكثر أرضا لأصابت بارتفاع ضغط الدم انه التعرض المناطق يعني مثلا الاشخاص اللي يعيشون في مناطق ملوثة الاشياء رح يتعرضون لها اكيد دخان والسي او تو وادخن ملوثة فاكثر ارضا انه يصابون بامراض الجهاز التنفسي من غيرهم باعي شي يقول لي هنا الحالة الاجتماعية هاي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لدى الشخص والوصول الى الرعاية الصحية هماتين رح تأثر لي على المعدل اوكي الاشخاص اللي يعيشون في الاماكن النائية مثلا انه شخص يعيش بالارياف نعرف انه بالارياف ما بها واي مستشفيات مراكز صحية فانه هذا الشخص ما للقابلية انه يوصل الى يحصل الرعاية اللازمة لما يصير ديزيز او مرض اوكي فهي هذول كل هاي شي تأثر لي هاي كلها تأثر لي على الداة مالتي رح تأثر لي على البيانات مالتي رح تأثر لي على قابلية انه هذا الشخص مثلا هذول الدول الفقيرة نقول الدول الفقيرة الباثيوبيا بهاي الدول الفقيرة بعدهم رعاية صحية لادمة رح يصابون بديزيز اكثر من غيرهم اوكي هذا كله بالامر نيجي على النقطة الرابعة ما ادريها النقطة وصلنا نيجي الراجع احنا ندرس الاشياء التي تخصى البيارسون يعني اذا ادرس هسا الاشياء التي تخصى البيارسون يعني قلت لما اسوي ذاتي الابيديميولوجيس لما اجاب علم الابيديميولوجي قرر انه يدرس انتشار المرض اعتمد عليهم اعتمد على البيارسون صفات تخصي الشخص نفسه الوقت اللي داي يمتشر بي المرض المكان اللي داي يمتشر بي المرض يمكن هذا المكان منتشر برقعة جغرافية معينة اجيت قلت البيارسون اتكلمت على الاج وتكلمت على السيكس وتكلمت على الاثنسيتي الاثنية وتكلمت هسا رح نتكلم على الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشنو راح تأثر لي بالديزيز الحالة الاجتماعية والاقتصادية برأيكم اذا واحد حالته زينة إذا تمرض رح يقدر يحصل الرعاية الصحية رح لي عيادات خاصة الرعاية لازمة يتشافة أما إذا حالة منخفضة حالته هذا ما رح يحصل علي من على الرعاية الصحية بعد شتى يقول لي هنا هي الحالة الاجتماعية والاقتصادية يقول لي يا قلبي أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية هي مفهوم معقد بتكون من عدة متغيرات من أقول شي متغير يعني هذا الشي مثابت أن هذا المتغير يعني شي مثابت من أخذناه من الرياضيات المتغيرات شي مثابت فالحالة الاجتماعية والاقتصادية هي مفهوم كل شنو معقد مين متكون هذا المفهوم؟ متكون من عدة متغيرات Vireble متكون من عدة متغيرات مثل شنو المتكون اللي يكويلي بالنهاية الحالة الاجتماعية والاقتصادية اللي هو نوع العمل نوع العمل الشغل اللي يشتغل الدخل الاسرة education التحصيل العلمي الآن الظروف المعيشة الآن هذه الجنوب أنت المكان الاجتماعي لدت الشخص لحد الآن أنا قلت لكم الحالة الاجتماعية والاقتصادية هو مفهوم معقد متكون من عدة متغيرات اللي هي شنو هي خمس متغيرات نوع العمل دخل الأسرة عند التحصيل الدراسي عند الظروف المعيشة شنو عندنا هذا المكان الاجتماعي ليش متغيرا نوع العمل أنه مثلا أنا سأريد أحدد المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى شخص مثلا ده يشتغل هنا يشتغل بتصليح السيارات عمل ممكن يغيره إيه ممكن يغيره دخل الأسرة ممكن يتغير إيه ممكن أنه هذا الشخص اشتغل كان إنه حصل بشهر خمس مية اشتغل شغلة ثانية صار مليون فإنه هذا متغير في رب الموثى في طول حياة خمس مية يأخذ التحصيل الدراسي يمكن أنه أنا دعا أدرس الحالة الاجتماعية والاقتصادية لدى شخص تحصيل الدراسي شهادة متوسطة أو شهادة ابتدائية يجي هذا الشخص يكمل دراسة وصل للجامعة فهاي شنو لذلك سميتها متغيرات يقول لي أنه قياس الحالة الاجتماعية والاقتصادية أنه أنا لما أدرس أريد أقيس الحالة الاجتماعية والاقتصادية في أهم معينة من الناس هذا رح يكون صعب ليش رح يكون صعب؟ لأنه رح يكون متكون من عدة متغيرات لأنه هو متكون من عدة متغيرات فصعب أحدد أنه هاي الحالة الاجتماعية والاقتصادية فإنه هما شي يحتمدون هنا يحتمدون على عمل الشخص الدخل مع الأسرة هذا التحصيل الدراسي مالته مع ادراكهم انه هم اعتمدوا عليها مع ان ادراكهم انه هذا شي غير قابل للقياس انا ما اقدر اقيس حالة اجتماعية واقتصادية لدى الشخص ليش لان قلت لكم الحالة الاجتماعية والاقتصادية متكونة من تغيرات يعني هاي ممكن انه تتغير مثابته اوكي فاش داي يقول لي هنانا يقول لي على الرغم انه هم داي يعني شي يسون انه داي يدرسون انه هذا عمل الشخص والدخل مع الاسرة حتى يتوصلون الى الحالة الاجتماعية والاقتصادية لدى الشخص الا دونوت مع ادراكهم انه هذا غير قابل للقياس بس داي يساوه عادي اوكي يقول قد يكون من السهل قياس داخل الاسرة ومستوى التعليم لكن ما رح يعطيني صورة كاملة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية فاذا انا درست التعليم على هذا الشخص مثلا انه هذا الشخص مهندس واو مهندس اكيد عنده فلوس احنا بالعراق اغلب المهندسين طلعوا مظاهرات لان ما عندهم عمل اوكي المهندس يروح يبيع شاي يروح بالله هذا تقاطع يبيع كلينيكس اوكي فهذا انه الفكرة مالتا انه انا لما اعرف الحالة الاجتماعية لما اقيس دخل الاسرة ومستوى التعليم لدى الشخص ما رح ينطيني عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لدى الشخص قد يكون شخص صح مهندس وما اخذ شهادة ماجستيار ولا هذي بس ما رح اقدر اوصل عن حالة الاجتماعية والاقتصادية مالتا ليش هي قد يكون ما خلش هادة هندسة بس هو ما يشتغل مدى يجي لفلوس مدى يجي لوارد خاصة دانك بالعراق اوكي هذا كل ما في الامر بعش دايقوا لي فور اكزامبل انه هذا التيبي اللي تيوبر كولوسيس اكثر وين اكثر منتشر لور انه هذي بالاشخاص المستوى الاقتصادي والاجتماعي مالتهم يكون لور يكون ضعيف منتشر عندهم التيبي اوكي اند انفاس مورتاليتي الوافيات بهذا عند الرضع اكثر من تشر ouaisن بهم متن脱ح والاشخاص المستوى الاجتماعي والاقتصادي مالتهم منخفض اوكي ليش بالله لان هذا الدخل المنخفض واحد دخله منخفض اوكي ما رح يقدر يوصل الطفل مالتا الى عيادة خاصة حتى يعالج الطفل البي مالتا فاشديقوا لي هنانا ان الاشخاص المستوى الاجتماعي والاقتصادي مالتهم منخفض اكثر عرضه لاصابة بالتيبي بالإضافة أكثر أرضا لأنه يكون عندهم وفيات بالإنفارس أنه يصير عدد وفيات الرضا عدهم أكثر الأشخاص المستوىهم المعيشي منخفض ليش؟ لأن هذا الشخص مستوى المعيشي منخفض راتبا منخفض ما راح يقدر يوصل إلى ابنة مرات ما راح يقدر يوصل إلى عيادة خاصة ويأخذ العلاج المناسب فبالتالي شنو؟ راح يتوفى أما بالأشخاص المستوى الاجتماعي والاقتصادي مالتهم عالي أكثر أرضا المن لبريس كانسر عند المن الكاوساكي ساندروم عند المن إلى تنس ألبو هذولا احنا نحفظهم ليش الأشخاص المستوى معيشتهم الاقتصادي والاجتماعي يكون عالي أكثر أرضا لبريس كانسر البريس كانسر بسبب نمط حياة أنه بعض هذولا ياخذون أدوية هرمونية هاي الأدوية الهرمونية قد يكون أحد السايد افكت ما لتسبب كانسرات بالبريس فذا قال أنه الأشخاص اللي يكون لور أنه هذا المستوى الاقتصادي الاجتماعي مالتهم لور منخفض أكثر أرضا للمن لتيوبركولوسيس عند انفاس مورتاليتي أما الأشخاص الهاير مستوى الاقتصادي ما لتسبب معي أكثر أرضا للمن إلى بريس كانسر الكاوساكي ساندروم عند تنس ألبو نيجي على اليمن على البليس خلصنا هستشنو؟ الحمد لله وشكر خلصنا البيارسون أنا قلت الدياتة مالتي بياناتي مالتي رح تحتمد على ثلاث عناصر رئيسية هذا الشخص لما يجي درس أنه انتشار المرض الفئة معين نعتمد على ثلاث عناصر أساسية اللي هي أول شيء عناصر تخصى البيارسون الأيج مالتي السيكس الأثنية مالتي الحالة الاجتماعية والاقتصادية مالتي الحمد لله وشكر انتي هنا منها نيجي على اليمن على البليس أوكي البليس عند دراسة انتشار أمراض معين يمكن أن يكون للمكان كأثير كبير لانتشار هذا المرض الشور رح نيجي نعرف أوكي مثلا عندي كار الدول إنه معدلات الأمراض بين الدول تختلف ليش تختلف معدلات الأمراض يعني مو كل الدول نفس المعدل مع الأمراض أو نفس الكيسات بسبب العوامل البيئية والاقتصادية والسياسية أوكي مثلا عندي الأمراض المعدية إنه رح تكون بالدول الفقيرة أوكي أما الدول الفقيرة اللي ما بيها رعاية صحية فلذلك الكاونتري ليش إنه البليس أنا مو قلت لكم هسه عندما أنا أدرس انتشار الأمراض المكان إلى أهمية كلش كبيرة مثلا عندي الدول إنه بالدول الضعيفة إنه بالدول الفقيرة عدهم أصابة أمراض معدية انفكشن ليش بسبب الهايجين الهايجين بسبب انه هذا سوء لهذا سوء النظافة بسبب انفكشنات ولا اخر بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية بالمناطق الحضرية معدل الاصابة بالمرأة امراض المزمنة اكثر من المناطق الريفية بسبب ليش يعني امراض مزمنة امراض بالرسبريتري لان المناطق المدينة تكون ملوثة بسبب دخان السيارات ودخان المصانع ولا اخرى بالأماكن الريفية معدل الأصابة بالأمراض المعدية أكثر من الأمراض المزمنة ليش أكثر؟ لأن هنا عندي أول شيء لأنه أكو حيوانات بهذاك المكان بالإضافة قلت لكم بالأماكن الريفية ونفس المدينة بها هواي مستشفيات قلة الرعاية الصحية بذاك المكان الآن بالجنوب والشمال فلذلك ليش أنا صنفت البليس؟ لأن البليس مرتبط ويا عدة أمراض المكان إلى علاقة بعدة أمراض يعني هذا الشخص قد يصاب بمراض مجرد لأنه عايش بيش مدينة أو يصاب بمراض لأنه عايش بالريف أمراض معدية ما عندنا رعاية صحية إنه شخص عايش بالجنوب الجنوب حارة والشمس ترقع به صبح وليل فهذا بالجنوب حارة فمرجح أنه الشخص يعيشون بالجنوب يصابون بأمراض جلدية أو الملاريا الأشخاص اللي يعيشون بالشمال هذول بالشمال يكون مناطق باردة فالباردة هذا الكولت رح يأثر على الجهاز الرسبوريتري قد يكون عندهم أمراض بالجهاز التنفسي أكثر من غيرهم لحد الآن هذا الملخص الملخص ما تشده يقول يقولي أنا بهذا المكان أنه ضروري أعرف المكان الذي ينتشر بهذا المرض قد يكون للمكان إلى علاقة إيش بمرض معين مثل شنو قلت لكم بالدول أنه هذا الشخص اللي عايش بالدول بدولة فقيرة هذا قد يصابه بعدوة يعني بالدولة الفقيرة ما عندهم رعاية صحية العايش بدولة أنه هاي يكون دولة ما راح يصابه بإيتي أمراض أما العايش بمنطقة حضارية قد يصابه بإيش بأمراض مزمنة مثل الضغط والضغط ليش بسبب أنه لود الشغل أنه بالمدينة واحد يشتغل ولود الشغل وتلوث والآخرة أوكي اللي عايش بالأرياف قد يصابه بإنفكشن عدوة براستك إنفكشن غير إنفكشنات والآخرة بالإضافة اللي عايش بالجنوب والشمال فلذلك أنه هذا البليس إلى علاقة بالمرض فلذلك دراسة هذا العلم نيجي على اليمن يقول لي هنا عندي لما أنا أدرس حدث مثلا لما أنا أجي أدرس مشكلة معينة أحتاج معرفة المكان اللي تتحدث بهاي المشكلة مثلا إنه انتشار الملارية أحتاج أعرف بها رقعة جغرافية انتشرت الملارية فقط بهاي الرقعة أو رح تتوسع على رقعة ثانية فالبليس كلش مهم أوكي يقول لي هنا عندي يمكن استخدام عندت مواقع جغرافية مثل شن المواقع الجغرافية اللي يستخدمها رعاني أستخدم مكان الإقامة اللي أنا عايشة به حاليا أوكي أستخدم بيرث بليس المكان اللي أنا نولدت به شنون يعني قد يكون أمراض وراثية بهذا المكان مثلا أنا نولدت أوكي ولدت ببغداد أنا وصديقتي نولدتنا ببغداد ثانياتنا وراء يعني مرت سنوات وكل واحدة تتشار مكان رحنا مكان إقامة ثاني أنا وصديقتي نفس المرض أصابينه معناته أنه أنا وصديقتي هذا المرض جانويا بالمكان الولادة مكان الولادة إنه هو مرض وراثي انتقل لمكان الولادة قد ينتقل من الأم والأبناء فعرفتوا ليش اللي بليس يهتمم مكان الإقامة يهتمم مكان الميلاد اللي أنا ولدت به قد يكون أنا مثلا أنا وصديقتي أو أنا جوارينا إنه عشنا إنه ببغداد إنه ولدتنا بهذا الإقامة وبهاي بغداد كانت أكون فايرونس معين أو أمراض موروثة معينة وراها ورا سنوات أنا رحت للموصل صديقتي راحت البصرة أوكي بس عدنا نفس المرض فمن راح يجي على البرث مالتنا المكان اللي ولدنا آنويا نفس المكان فمعنات هنا أكو أمراض وراثية إلها علاقة بهذا الشي أوكي مكان العمل بليس إنه مكان العمل بعض الأمراض مرتبطة ببيئة الشغل مع الشخص أوكي آن منطقة المدرسة مهم إنه أعرف المنطقة مع المدرسة مهم حتى أعرف الأمراض اللي راح تنتشر بين الأطفال هوس بتغيونة يساعدني في فهم إيش انتشار العدوى بين الكادر الطبي ثمان إنه كل هاي الأمر بعض شنو يقول لي إنه أنا أقدر لحد الآن عرفت إنه هذا البليس قد يكون هذا المكان اللي الذي ينتشربيه المرض ينتشر المكان إلى علاقة بانتشار المرض يهي الأماكن أعرفها مكان الإقامة مكان الميلاد مكان العمل مكان المستشفى مكان الهوزبتول راح نوصل إلى نتيجة معينة أوكي أوكي ورا أجدي يقول لي هنا أنا عندي بعد شنو يقول لي وحدات جغرافية مختلفة أقدر أستخدم وحدات جغرافية شايفين وحدات الطول سانتيم و متر ولا آخر هنا يجد يقول لي أقدر أستخدم وحدات جغرافية مختلفة حتى أحلل البيانات مالتي ووصل إلى نتيجة مثل شنو الوحدات الجغرافية قد أستخدم بلد كامل أو أستخدم يعني ريجن اللي هو مدينة كاملة يعني وطن كامل أو أستخدم بلد أوكي منطقة أو أستخدم محافظة أو أستخدم جزء صغير من المدينة أو أستخدم ستريس أو أستخدم عفل ستريت شارع أو أستخدم شنو إحداثيات الخريطة مثلا شنو أنا شداء أقضد هنا مثلا أنا أجي شارع معين أجي أدرس البيانات مال هذا الشارع معين أو أنا أدرس بلد كامل وطن كله العراق أو وطن بريطانيا أو أجي أدرس بلد معين أوكي موطن كامل بلد محافظة مثل محافظة بصرة بغداد ولا آخر أجي أدرس إحداثيات البيانات مالته مثلا خلني جي مثال على السيتريت اللي هو الشارع اكو شارع يكون انحناه انحناه هي تشي انحناه مثلا زاوية تسعين زاوية خمسة ومعين اي زاوية انحناه يكون كلش قوي اللاحب حوادث السيار اللي صرب هذا الشارع اكثر من غيره اوكي فعني ادرس احداثيات اللي بليس اللي تخص هذا المكان استنتج انه هذا الشارع منحني كلش وبالتالي انه السيارات بدأ تقدر انه يصر حوادث بي اوكي ايقولي هنان عندي لماذا انا دا احلل البيانات على وفق المكان مارتي على شنو راح استفاد اولا راح احدد المنطقة اللي راح تحتاج الى تدخل صحي اوكي انا احدد هاي المنطقة لما انا ادرس اربط المرض بالمكان بالبليس راح احدد المنطقة اللي تحتاج الى تدخل صحي اوكي او احدد عوامل بيئة اللي تؤثر على الهاضي نجي من خلال تحليل البيانات حسب المكان انا اجيت سويت انيلايزيز حللت البيانات مارتي على حسب المكان اوكي اش راح استفاد بعد ما اني حللت البيانات مالتي على حسب المكان عند تحليل البيانات مالتي على حسب المكان وجي ارتبط هذا مرض معين لما حللت البيانات مالتي على حسب مكان قليت يعني ربطت هذا المكان بمرض معين فبالتالي راح اقدر اخذ اجراءات الوقاية اخذ اجراءات السيطرة على هذا الديزيز او المرض اوكي لما اني نانا عندي حللت الديزيز مرتبط بمكان معين راح اقدر اعرف راح اقدر اعرف البكان اللي راح يعيش بي المسبب للبرض وليتكاثر بي وطرق اتقاله لحد الان حللت سويت ال data multi وربطت الميانات منها توصلت ان المكان الى علاقة بالمرض ما راح اقدر اعرف من خلال هاي الميانات اذا كان هذا البرض المكان اللي يعيش بي هذا المرض مثلا عندي فيروس بكتريا عايشة ببكان معين المكان اللي يتكاثر بي المسبب للمرض طرق انتقال الناقل العدوى مثلا العداء البعوض اللي يتقلي مرض البلاريا بادريش تسمها خالدها بالبرسايد انا درستها انا لما استنتجت انه هذا المرض انه استنتجت حدوث مرض معين مرتبط من مكان معين راح استنتج العوامل اللي راح ازيد من خطر الاصابة مثل شنو هاي العوامل وين موجودة العوامل موجودة بالبيرسون نفسه او موجودة ببيئة الشخص لحد الان اني سويت الداتا مالته وبياناته وسجلتها وحللتها لما استنتجت انه هذا المرض مرتبط ايش انه لما استنتج انه هذا المرض مرتبط مكان معين راح اقدر اوصل للفاكتر اللي راح يزيد رسك الشخص باصابة بهذا المرض هذا الفاكتر العامل اللي زيد لرسك اصابة برض وين موجود موجود باشياء تخص الشخص نفسه مثل شنو اتخص الجينات ما الشخص العمر ما الشخص السكس ما الشخص ولا اخرة او اشياء انه هذا الفاكتر يزيد خطورة بالمراض متعلق ايش بالانفورمنت البيئة اللي يعيش بهذا الشخص المناخ مالتها اذا كان الماء ملوث او لا لحد الان يقول لي اني بعد ما حللت الدادا مالتي اقدر اوصل الى فكرة انه وين هذا المسبب للديزيز دي يعيش وين دي يتكاثر منه دي نقلة مثل عندي المنارية دي نقلة بعوضة هالبعوضة موجودة في افريقيا موجودة بفلان مكان هي راح تنقلي هذا المرض اوكي انت كيفية ينتشر خلصت من هذه استنتجت بالنهاية بالدادا انه هذا المرض مرتبط بمطقة معينة لما وصلت لهاي الشغلة راح اقدر اعرف الفكتر راح يزييد الشخص عوامل راح يزيد الشخص انه رزق انه يصابوا بهذا المرض اكثر من غيره شنو هاي وين موجود الفكتر موجود باشياء تخص البيرسون نفسه او باشياء البيئة داير ما داير الشخص ال 콘ف特 الاشياء التي تخص البيرسون مثل العمر والايد والمنائة اوكي والحالة الصحية مع الشخص الحالة الاجتماعية مع الشخص المناخ اللي موجود به هذا الشخص ولا اخر من هذا الكلام الأمراض اللي تنتقل بين شخص لشخص من بيرسون تو بيرسون عن طريق الكونتاكت أو عن طريق الريسبوريتري دروب هاي وين ألقاها أكثر شيء ألقاها بالمدينة بالمناطق الحضارية بالمدينة ليش؟ لأن المدينة تكون مزدحمة فبالتالي راح يكون سهولة كونتاكت بيرسون تو بيرسون صح لو لا؟ شي يقول لي أنه هنا عندي أما الأمراض اللي راح تنتقل من الأنبول إلى الهيومن أكثر شيء وين أشوفها؟ أكثر أشوفها بالأماكن الريفية ليش؟ لأن الناس في هاي المناطق أكثر عرضا للحيوالات بالأماكن الريفية موين ربون هاي الهوايش الدجاج الأحصنة ولا آخرى أوكي فلحد الآن أنا توصلت بهذا الاستنتاج ماتي أنه الأمراض إذا انتقلت من شخص إلى شخص من بيرسون تو بيرسون هاي أكثر شيء تكون بالأماكن المزدحمة مثل المدينة أما إذا أكو أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان هاي أكثر شيء وين تنتقل للأشخاص الموجودين بالريف لأن يربون الحيوانات بالمدينة نادرا من نلقى الحيوانات أوكي لحد الآن أنا شخلصت يا قلبي؟ خلصت شغلتين؟ خلصت البلايس وخلصت إيش؟ خلصت البيرسون نجي على التايم التايم أحدد الفترة الزمنية اللي دين تشر بها المرض أوف ذا داي يعني شنو أوف ذا داي؟ يعني خلال اليوم هذا المرض يصير بالنهار يصير بالليل بعض أمراض الربو نوات الربو يصير بالصبح الباكر أو بالليل أوكي يا قلبي؟ فالتان أحدد الوقت اللي داي ينتشر أو دا تزداد الكيسات مرض معين خلال اليوم إنه هذا الوقت خلال اليوم أو خلال الأسبوع يا هو أكثر يوم بالأسبوع مثلا عندنا يوم الأحد عندنا استحامات مرورية صح لو لا إحنا يوم الأحد أنا كل ما أطلع يوم الأحد متأخر تلزمني استحامات مرورية لاحظوا الحوادث يصير أكثر شيء يصير يا يوم بالأسبوع أكثر شيء يصير يوم الأحد أنا قلت لكم الإبيديميولوجي ما رح يدرس لي فقط تزيز قد يدرس لي حوادث سيار حوادث مرور ولا آخرة فهنا أنا عندي خلال اليوم أكو بعض الحوادث تزداد خلال اليوم مثل عندي شنو قلت لكم نوة الربصر بالصبح الباكر خلال أيام الأسبوع إنه لاحظوا إنه الزحامات المرورية إنه أكثر يوم بالأحد فأكثر يوم يصير حوادث الأحد خلال السنة بعض الأمراض تكون موسمية مثل اللي فلاونزا خلال كل شي تتجينه نجي عن يمن على التفاصيل يقولي هنا أنا عندي تتغير معدل الإصابة بالأمراض مع مرور الوقت معدل الإصابة بالأمراض مع مرور الوقت هذا التغيرات بمعدل الإصابة قد شي يكون قد يكون تغيرات منتظمة أقدر أتنبأ بيها أو تكون تغيرات غير منتظمة ما أقدر أتنبأ بيها نجي نتعرف قلت لكم شنو أنا دعا أدرس التان التان على مستوى اليوم على مستوى الويق على مستوى اليرس اوكي اوكي وعرفنا على مستوى الدي شنو على مستوى الاسبوع شنو على مستوى الير شنو اوكي اوكي قلت لكم معدل الاصابة بالامراض رح يتغير مع الوقت هاي التغيرات قد شتكون متضمة اقدر اتنبأ بيها مثل شنو عنا مثل عدي الفلاونزا الموسمية انا اتنبأ انا اعرف الفلاونزا الموسمية رح يصير كل بداية الشتاء فييجي الكادر الصحي يسوي لقاح تطعيم قبل ما يجي موسم الشتاء الى قحون الاشخاص حتى ما يصابون خلال الشتاء بالفلاونزا انا حاليا مصابة بالفلاونزا וما ادري لياش اوكي هاي تغيرات اقدر اتنبأ بيها ا 했던بأ ان ا انا كل شتاء رح يصير تفشي فلاونزا اوكي فبتالي الكادر الطبي يقدر ياخذ الاجراء يحرف انه بالشتاء رح يصير تفشي للفلاونزا فيش يسوي قبل موسم الشتاء ياخذون تطعيم ضد الفلاونزا اوكي هاي تغيرات متضمة كل شتاء سيصرف لاوانزة وشنو اقدر اتنبأ بيها تهيت من يمها نجي عليما على تغيرات غير يعني هاي متاظمة ما اقدر اتنبأ بيها مثل شنو مثل عنا تفشي مفاجئ لمرض معين مثل كورونا كورونا تنا نتنبأ انه راح يصير كورونا جارت يجينا كل شهر ونتنبأ راح يصير لا كورونا بيوم وليلا صارت هواي عدد وفيات و هواي تشرت من الصين راح تدوها للعالم صارت وباء مثل فياضانات زلازل هاي الفياضانات والزلازل انا ما اقدر اتنبأ بيها صح لو انا خطأ انا ما اقدر اتنبأ قد انه هذا الشيء تصير فياضانات بدولة فهاي الفياضانات ومو بيها مي قد تكون هاي المي حامل المرض الكوليرا اشخاص يصابونه بكليرا كيفية التعامل مع التغيرات الغير منتظمة شو راح اتعامل مع التغيرات الغير منتظمة لان انا ما راح اقدر اتنبأ بيها فبالتالي انا ما راح اقدر اعرف انه كل شيء راح يصير فياضان أو كل شيء رح يصير زلزال هي ممت تضمة هي ياسع رح يصير زلزال ياسع رح يصير فيضان وينقل لي مرض الكوليران مولو لا اوكي شو نتعامل بيها يتعاملونوا ياها دراسة الأحداث اللي رح يصير قبل ما يصير الفيضان شنو الأحداث اللي صارت اوكي وأحاول أحدث الأسباب المحتملة أنطف راضيات من نفسي ليش صار اوكي نجي عليما على الاتجاهات الزمنية الطويلة ليش أنا دا أستخدمها؟ هاي السيكولار تيند أنا ليش دا أستخدمها؟ ليش دا أستخدمها؟ أستخدمها عدة ثلاث شغلات حتى تنبأ بالمستقبل وقيم البرامج وأحدد الأسباب أنا ليش دا أستخدمها اللي هو السيكولار تيند اللي تجاهها الطويلة الزمنية الطويلة هي شنو؟ هي دراسة كيفية تتغير معدلات الأمراض على مدى سنوات عديدة مثلاً عندنا كورونا بالبداية كان الكورونا هسا ما ندرب يا ألفين كان معدلاتك كل شي هواي هسا نفس المعدلات هسا احنا جنا خايفين منه كان هناك منع تجوال ما حد يطلع معدلات هائلة وفيات هائلة هاي معدل الرنج ما رح يبقى نفسه لا رح ينخفض أو رح يزداد أو رح يتغير المهم رح يتغير فالسيكولار هذا التيند الاتجاهات الزمنية الطويلة يساعدني في دراسة كيفية تغير معدلات الأمراض على مدى سنوات معدل الأمراض مع خلال سبوع أو شهر لا على مدى سنوات عديدة أوكي ليش أنا إذا أستخدمها حتى شنو حتى أتنبأ بالمستقبل أستخدم للتنبؤ بالمستقبل أتنبأ أنه هاي بفلان سنة رح يصير موجة فايروس جديدة موجة فلاونزا جديدة أتنبأ بالمستقبل فأنا استخدمتها أقيم البرامج أقيم أنا قلت لكم الإبيديميوليتي مو فقط ديزيز يدرس لي أشياء هواي هماتيا أقيم هذا البرامج قال أنا رح أبني جسور وراح أبني عمارات ولا آخر على مدار سنتين أشوف مستوى البناء اللي صار بالدولة على مدار سنتين أشوف البناء أنه هاي الدولة صار بها بناء أو لا أوكي فالليساعدني أقيم هذا عن طريق شنو عن طريق السيكولار تين أوكي تحديد الأسباب تحديد الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة أو نقصان الأمراض أنا من خلال هذا أنا رح أجي أسوي على مدى سنوات أدرس أنه هاي معدل الإصابة بالأمراض رح أقدر أحدد الأسباب اللي الزيئتي أو تنقص للديزيز أوكي أحدد الأسباب تساعدني أتحدد إذا كان هناك زيادة أو نقصان من خلال الآن خلال السنوات أسوي دراسة وأحسب معدل الإصابات منها يش رح أوصل رح أوصل أنه هاي الإصابة تتزداد معدل كورونا تتزداد على مدار السنوات لو ده ينقص أوكي شون أستخدمه شون أستخدمه أرسم بياني للحالات السنوية أوكي عدد الحالات أو معدل المرض لكل سنة أوكي أنه أنا أرسم بياني للحالات السنوية بعدد الحالات أبين بي عدد الحالات معدل المرض كل سنة على مدى سنوات عديدة ثانيا أجي أحلل البيانات بالنظر إلى الرسم أنا أجي أسوي رسم رسم بياني أجي هذا الرسم بياني أحدد عدد الحالات والإصابة مالتها لسنوات عديدة قلت لكم مو أسبوع لشهر وراء ما خلصت الرسم بياني وراء عدة سنوات أجي أباوع لهذا الرسم أجي أحل لأشوف شكه بهذا الرسم الحالات مالتي تتزداد تتنقص أجي أحل للرسم البياني لحد الآن يا قلبي أنه ساكولر أنه لونك تيام تينت أني عرفت عنه الاتجاهات الزمنية الطويلة هي دراسة كيفية تغير معدلات الإصابة مع مرور سنوات أوكي شنو لماذا أنا دا أستخدمه حتى أتنبأ بالمستقبل أتنبأ بالمستقبل إذا رح يتفشها ديزيز معين أو لا أجي شنو أقيم البرامج أو هاي القرارات السياسية يجي شخص قال أنا يعني استلم مصب دولة قال أنا وراء أربع سنوات أخلي لكم بغداد دوي أوكي نشوفوا هاي أربع سنوات إنه هو سوى من إعمار أوكي أقيم البرامج السياسية هماتيا وأحدد الأسباب اللي الزييد أو النقص الديزيز أوكي شنو أستخدمه هذا الاتجاهات الزمنية طويل رسم بياني أرسم بي معدلات الإصابة وعدد الإصابة لمدة عدة سنوات ورح أجي أباوة على هذا الرسم أحلي لأشوف إنه هاي الإصابة تتزداد أو تتنقص هاي اللي هي شنو اللي هي الأنماط الموسمية للأمراض استاعدني في فهم مدى تكون الأمراض لأكثر شيوعا خلال السنة هاي رح أعرف أمراض شائح خلال السنة إنه كل موسم شتد الصير فلاوانزة أوكي رح أجيب واي غرافيك أرسم رسم بياني للحالات أوكي حسب إنه حسب أسبوع أو شهر أرسم عدد حالات من المرض لكل أسبوع أو شهر خلال السنة أرسم خلال السنة أوكي عدد الحالات الكيسات اللي إجاني بالصيف إجتني هلقت أربعة فلاوانزة مثال يعني إجتني إجاني خمسين فلاوانزة بالصيف بالشتة صارت ألف فلاوانزة أوكي فعني من خلال هذا الرسم البياني أعرف إنه موسم هذا المرض هو الشتة أوكي هذا كل ما في الأمر ما بيش يعني الفلاوانزة هذا المثال عليه الفلاوانزة تتفشه فصل الشتاء أوكي إنه هنا أنا عندي السيسوناليتي اللي هي الأنماط الموسمية للأمراض بشنو راح أساعدني لما أعرف أن نماط الموسم المرض لما أنا أعرف إنه هذا المرض موسمة يحب فصل الشتاء يحب فصل الصيف أنا أقدر قبلها ما أخذر إجراءات الوقائية والكنترول حتى أسيطر على تفشي هذا المرض يعني أنا أعرفت اللي فلاوانزة تتشرف فصل الشتاء إجت الرعاية الصحية وفرت لي تطعين ولآخرة بعد جدي يقول لي هنا يقول لي هنا عندي الأشياء الموسمية أثلا عندي الإصابات بالجرار هذا الجرارات الزراعية أوكي خلال ويك آن تايم أو ذاتي باعوا قلبي الجرارات الإصابة بالجرارات الزراعية مع الفلاحين هاي اللي تحرث الأرض ولآخرة لاحظوا خلال اليوم وشوكت يصابون بالنهار والظهر لما يكون هذا الفلاح ده يحرث الأرض خلال الأسبوع اللي هو شنو الوقت من اليوم إنو time of the day عند الوقت من الأسبوع اليوم من الأسبوع أوكي إنو الإصابات بالجرار هذا بالجرار إيش بالجرار ما الفلاحين بالجرار الزراعي أوكي سووا والتايم ما التايم مرتبط باليوم التايم إن ذا يوم أكثر شوكت يا وقت أكثر باليوم يصاب الفلاح إصابات بالجرار ما المحراث ما الزراعة لاحظوا بالنهار الظهر يا يوم أكثر بالأسبوع يا يوم أكثر بالأسبوع على مستوى الويك لاحظوا بأكثر الأيام مثلا نقول أحد وثلاثة هذول من التفقين الفلاحين يحرثون الأرض بواسطة الجرار فلاحظوا الأحد والثلاثة أكثر يصير الإصابات يا وقت بريليون اللي هو مش وقت يحرثون بالليل لا الصبح الظهر أوكي هذا كلام زايد يعني هي جي نجي على اليمن على عدة عوامل ثانية الأيجنت عند الانفورمينت عند الهوست شنو هاي معناته إنه هنا نعدي إساعدني فيه فهم إنه كيفية تفاعل هاي العناصر الثالثة شنو ده تتفاعل بع بعضها رح أفهم العلاقة ميناتهم وشنو ده تتفاعل أيجنت هو العامل المسبب للمرض قد يكون بكتوريا قد يكون فيروس قد يكون حدث طبيعي ولا آخر الهوست هو الكائن اللي شنو راح يضيف راح يضيف الأيجنت العامل المسبب بالمرض إنفورمت هي الظروف المختلفة اللي تؤثر على انتشار المرض مثل عندي المناخ أوكي عند المياه أوكي مثل عندي بالمياه أكم أرض الكوليرا أو شي أوكي إنفورمت إنه هاي الثلاث عوامل بيناتهم علاقة هاي العلاقة بإنها راح يصير راح يصير ديزيز للإنسان الأيجنت العامل المسبب للمرض الهوست هو الكائن راح يستضيف الأيجنت والأورفن هي الظروف اللي هيئت إنه شنو انتشار المرض من المناخ إلى المياه أو المياه أوكي نجي على اليمن على الأيجنت العامل المسبب للمرض أوكي هذا الأيجنت مثل الفايروس أو بكترية أعرف شنو عنه أعرف المكان اللي يدخل بي المكان راح يدخل منه من الجليد من الجهاز التنفسي من الجهاز الهضمي تذكرون بالبراستيك أكو هاي براستيك أصاب بيها لما تدخل عن طريق التنفس براستيك أصاب بيها لما آكل أكل ملوث أوكي مكان اللي راح يخرج منه العامل المسبب طرق الانتقال بعض الأمراض تنتقل عن طريق البعوضة تذكرون هاي الموسكيتو أخذناها أو شي الدوز كمية الأيجنت مثلا كمية هاي الفايروسات تشغت كميتها تذكرون من جنة ناخذ بالبكترية البكترية كمية البكترية هل قد حتى تقدر السبب لمرض للإنسان أوكي إنه هاي قدرتها على الغزو أو الانتشار إنه هذا مثلا البراستيك لما إجيت استنشقته يبقى فقط بالرسبوريتري أو رحي إلى قدرة إنه يزول باقي أجهزة الجسم يروح للبلاد يروح العقلي أوكي الفكتيفتي قدرتها على إصابة المضيف تمام انتشو سيلكتيفتي نعرف إنه بعض الأمراض مثلا كوفيت 980 نيش أكثر الشيحة بالجهاز الرسبوريتري عنده رسبترات هناك أوكي بعض الأيجت بعض الهاي فوريوس أو البكترية سيلكتيفتي تحد تختار تشيو عن تشيو أخرى أكو بعض الهاي البكترية عفوا للفيروسات تحبي العقل رسبترات هناك واثوجن السيتي قدرتها على إنه تسبب لديزيز أوكي هذا كل ما في الأمر أنا شكتت لكم أكو علاقة بين الإيجنت والهوست والإنفورمت الأيجنت تشمل شنو الأيجنت المسبب للمرض اللي هو قد يكون فيروس بكترية أي كان تمام شن راح دا يدخل عن طريق قطرات الهواء جهاز التنفس شن دا يخرج عن طريق إيش الفيكل أو هذا اليوريا أوكي طرق اندقالة عن طريق قطرات الهواء عن طريق البعوضة كمية هاي الكائنات حتى تدخل الجسمي مسبب لديزيز إلها القابلية تسوي لي غزو بعض الفيروسات تشيو سيلكتف تختار هذا المكان تختار تلزك بالجهاز التنفسي عن الجهاز الهضمي الأيجنت الفيولنس الفيولنس إنه هذا المسبب للمرض هو دا ما قدر يسبب للمرض عند عوامل قوة أنا جنت أسميها عضلات البكترية عضلات البكترية أو عضلات الفيروس هاي البكترية أدها عضلات يعني أدها قوة ساعدتني إنه تدخل الجسمي والسبب لديزيز وصحة جهاز المناعي مالتي ضعوا قلبي أنا مو أي بكترية تدخل بجسمي رح يصحة جهاز المناعي لا إلا إذا كانت هاي البكترية قوية وعرمية وديقدر شنو اصحة جهاز المناعي من خلال عدها عضلات اللي هي فايولنس فكتر مثل هاي البكترية تفرز توكسينات إنه هاي البكترية شنو السوي لي تقدر تتخبى من الجهاز المناعي المهم فهاي الأيجنت اللي ساعد اللي يجد حتى يدخل للهوست أوكي مثل عندي الفايولنس عوامل القوة عند الفايوليتي القدرة على البقاء في بيئات مختلفة تفرز توكسينات اللي هي عبارة عن مواد ثمية إلا هاي القابلية على تكون سبورت إنه هاي البكترية أو شيء تدور إنه تكون دهر ما دايرها سبورت تحمي نفسها أوكي عند رستنس تو ايش الفورمت فاكتر مقاومة للعوامل البيئية مثلا انخفاض درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة أوكي انه تحسس هل الأنتي بايوتك نعرف إنه بعض البكترية لما قطيها مضاد حيوي تموت بعض البكترية تقاوم لعدها رستنس للمضاد الحيوي أوكي ها كلها تخص الأيجنت عرفت الأيجنت اللي هو الأيجنت هو العامل اللي رح يسبب لي الدزيز اللي رح يدخل بداخل الهوست ويسبب لي الدزيز واللي رح يجي الانفورمنت البيئة وفر للظروف المناسبة حتى يدخل الجسم ويسبب لي الدزيز شنو رح يسبب للدزيز عن طريق عند عوامل قوة إلى القابلية على البقاء في بيئات مختلفة يفرز لتوكسينات يكون دايرما دايرسبورات يحمي نفسه آد شنو يقاوم لظروف البيئة المختلفة مثل ارتفاع درجة الحرارة والآخرة agent characters infectivity هو قدرة العامل على الانتشار وإصابة وإصابة الآخرين أنه يعدي أنه هذا العامل هاي المعادلة مالته اللي هو شنو عدد إيش اللي هو شنو عدد الإصابة بالعدد المعرضين للإصابة أضروفها في مية الباثوجينيسيتي قدرة هذا الاجنت يدخل الجسم ويسبب لي دزيز المعادلة هي شنو الحالات السريرية عليما على عدد المصابين في مية في مية الفايلولس هي قدرة العامل على يمن الفايلولس قدرة العامل على يسبب لي ووفاة يكون سيفير ويسبب لي ووفاة أنه شدة المرض اللي يسببه العامل قدرة العامل على يمن على إحداث مرض مميت فلحد الآن الانفكتف اللي هو قدرة العامل على الانتشار وإصابة الآخرين باثوجينيسيتي قدرة هذا المايكرو أورغانيزم يدخل جسمي ويسبب لي تزيز قدرت على أنه هذا يعني شديد هذا حتى يسبب لي شنو يسبب لي ذات وفاة اوكي الهوست أشياء تخص بالهوست اللي هي نفسها قبل شوية تخص العمر مع الشخص أنه أنا هسا دخلي اوكي أنا شابة دخلي فيروس معين نفس التأثير اللي راح يسببه لما يدخل برجال شبير بالعمر عنده أمراض مزمنة وجهاز المناعي من دمر لا مو نفس الشي العوامل وراثية أنه وراثية أنه وراثة الشخص مثلا أنه هذا الشخص قلت لكم مثلا اثنين أشخاص اثنين مصابين بفلاونزا واحد ظهرت أعراض وكلش قوي عليه واحد عادية كأنه طفيفة فقط صداء أو شي بسبب عواب الوراثية الأثنية العمل تخذية هذا الشخص أنه هذا الشخص ضعيف هزيل ما يتغذى ما عنده مناعة ما عنده فيتامينات مناعة هذا الشخص حالة الاجتباعية والاقتصادية هاي دفع سليق دراستها قبل شوية تفاصيلها الهوست أميونيتي مناعة الشخص هوست أميونيتي هاي أخذناها لتكون أكتف أينت باسف نتشورال أكوارد نتشورال أكوارد هاي أخذناها هاي الأنفورمت أشياء تخصى البيئة مثل الأشياء الفيزيائية تخصى البيئة الدرجة الحرارة أشياء الشمس الأشياء الكيميائية الموجودة بالبيئة أنتيمايكروبيال أنتيسيبتك أوكي الأشياء البيولوجية أوكي الأشياء شنو الاجتماعية العادات والتقاليد والأنشطة الخاصة هاي اشياء هاي كلها مجرد سعر انفورمت لحد الآن خلصناها احنا قدنا انه اكو رابط بين ثلاث شغلات الايجنت العامل المسبب الانفورمت البيئة اللي راح توفر البيئة المناسبة للعامل المناسبة هذا يدخل للهوست والهوست الاشياء اللي تخص الهوست اللي هي تشبه للأيج والسكس والجريتك والآخرة